اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبة طلبات الصف الثالث الزراعي مجال التصنيع الغذائي في حلقة اخرى من مواد التصنيع الغذائي النهاردة هنستكمل مع بعض ما بدأناه في مادة حفظ وتصنيع الحوم في الواحدة التانية وهي تغيرات ما بعد الزبح قلنا ان فيه تلات مراحل تغيرات ما بعد الزبح المرحلة الاولى اللي هي الفريشنس او التزاجة او ما بعد الزبح مباشرة وليها بعض المظاهر والخصاص المهمة اللي وارد في الامتحان قال لي اذكرها اقول له رقم واحد ارتفاع البي اتش بتاعه وانقفاض الوسط الحمضي رقم اتنين ان الاكتين والميوسين بيكونوا في حال التفكك رقم ثلاثة نتيجة ده بيكون الالياب في حالة مستقيمة ومرتخية رقم اربعة ان قدرة اللحم على الامساج بالماء الووتر هولدن كابيسة هي بتكون مرتفعة رقم خمسة بيرتفع معايا صفات الطراوة رقم ستة بيرتفع معايا ايضا صفات الرائحة والطعم والنك دول ست زواهر مميزين لمرحلة الفريشنس طبعا وقفنا عند الجزء للمرحلة التانية لها مرحلة التيبس الرمي ومرحلة التيبس الرمي هي تغيرات عكس التغيرات الموجودة في مرحلة الفريشنس وده بيحصل ليه نتيجة ان نتيجة عملية الزبح بيتم استهلاك مركب او بيتم استهلاك الجليكوجين من جسم الحيوان نتيجة عمليات الاجهاد والتخليص بعد الزبح مباشرة او بعد نصف ساعة لساعة من عمليات الزبح الجليكوجين بيهدم بيه طرقتين الطريقة الاولانية 90% من الجليكوجين بيتم هدمه عن طريق انزيم الفوسفوريليز الموجود بشكل طبيعي داخل الانسجة اللي هي مرحلة الجليكوليزيس وبالتالي الوسط بتاعي بيزيد في نسبة الحموضة بيرتفع او بينقفض معي البيئرش بتاعي ونتيجة ان الوسط بيزداد تركيزه في الحموضة نتيجة تكون حمض اللاكتيك بيقف انزيم الفوسفوريليز عن العمل والفترة دي بتاخد لها من اثنين الى ثلاثة يوم وبالتالي يبدأ مرحلة الهدم للعشرة في المئة المتبقية من الجليكوجين في الجسم عن طريق الاميلويزيس او مرحلة الاميلويزيس اللي هي بانزيم الاميلويزيس اللي هيكون عبارة عن سكريات من شأنها سكريات احدية زي سكر الجولوكوز وبالتالي يتبقى جزء لا يتم هدمه اللي هو واحد من عشرة في المئة من الجليكوجين نتيجة عمليات هدم الجليكوجين المستمرة سواء بالطريقة الاولى او بالطريقة التانية يتم هدم وبناء مركب الطاقة اللي هو الـ ATB اللي هو الأضمصين طريفوسفات يركب او يبنى ثم يهدم الـ ADB والـ AMB اللي هي وحدتين من الفوسفات الـ ADB الأضمصين ضاي فوسفات والـ AMB اللي هي الأضمصين مونوفوسفات ثم يعاد بناءه مرة اخرى الى ان نصل الى مرحلة لا يتم فيها بناء مركب الطاقة نتيجة عدم بناء مركب الطاقة يتم الالتحام بين خيط الاكتين والميوسين ويكون لي الأكتوميوسين اللي هي العقد العصبية اللي هتدي حالة التصلب في الزباح اللي هي قمة المراحل التيابس الرمي ده كده آلية عمل او آلية حدوث التيابس الرمي طب هو السؤال ايه الزواهر بقى اللي هترتبط معايا نتيجة حدوث التصلب او عملية التيابس الرمي اكيد في زواهر هتحصل في الحوم زي الزواهر اللي كانت في مرحلة الفريشنس لازم تبقى عارفها ايضا بالترتيب نتيجة ارتفاع الحموضة اللي موجودة عندي او تركيز الحموضة اللي كان موجودة عندي هنصل تقريبا الى حاجة اسمها نقطة التعادل القهرابي للبروتين وبالتالي اذا وصلت لنقطة التعادل القهرابي للبروتين اول ظاهرة هتظهر عندي ان اللحم هيفقد سولس قدرته على الامساق بالماء نتيجة عملية التعادل القهرابي يبقى اذا لو اللحم كان قادر على الامساق بالماء في الفريشنس هيدعف الى مقدار السولس في حالة التصلب في قمة التصلب نتيجة وصول الحموضة او وصول البروتين الى نقطة التعادل القهرابي بس يا مصر ده انت قلت بيفقد سولس قدرته على الامساق بالماء اما التلتين اللي فضلين من القدرة الكاملة على الامساق بالماء بيحدث نتيجة ايه بها؟ اه نتيجة الطاقة المنطلقة ونتيجة تكون خيط الاكتين ومايسين وعملية التصلب فبيفقد التلتين اللي موجودين يبقى اذا حتى قدرة اللحم على الامساق بالماء كاملة تفقد رقم واحد نتيجة التعادل القهرابي للبروتين رقم اثنين نتيجة حدوث التصلب يبقى اول الظواهر المهم عندي ان قدرة اللحم على الامساق بالماء هتضعف وبالتالي هنا لو انا خدت اللحم وعملت له عمليات طاق او عمليات تصنيع اللحمة زي ما مقولو بالبالة دي كده هتكش هتفق الجزء من العصارة الخلوية بشكل كبير في عمليات التصنيع او عمليات الطاق وبالتالي هتبقى صفة غير مرجوبة عندي اثناء عملية الاستخدام في زواهر تانية او في زواهر تانية تعال اول نشوف الظاهرة الاولى ليت اللي هي مع زيادة الحموضة بيقترب البي اتش من نقطة التعادل الكهرابي زي ما احنا شايفين وتقل طلت او ثلث قدرة اللحم على الامساق بالماء وبتظهر دايما في الصورة اللي هيا بجيبها لك اللي هي النعيم من اللحمة اللحمة المتصلبة واللحمة اللي هي الفريشنس فهتلاقي اللي هي المتصلبة بتفق قدر جبير جدا على الورقة بتاعتي فبتسيب بقعة كبيرة من العصارة الخلوية اما اللحمة اللي هي لها قدرة على الامساق بالماء بتبقى العصارة اللي فأدتها كميتها صغيرة زي ما انت شايف كده قدامك على الشاشة باول طلت بيفقدو او طلت خدرة اللحمة على الامساق بالماء نتيجة الوصول الى نقطة التعادل الكهرابي للبروتين او الالكتر بوينت فتقل الخدرة على الامساق بالماء وده بيظهر عطول في قطعتين اللحم سواء اللي هي المتصلبة او غير المتصلبة فبناء الجزء العسارة بيفقد بشكل كبير في الجزء اللي هو حصل له عملية تسلب او تيبس روم. اما بقى بقولي التلتين التانيين نتيجة ايه? اه ده نتيجة انه مركب الاتب نتيجة هدمه وعدم بناءه. فبيحدث اتحاد ما بين الميوسين والاكتين. فبتنقص الشحنات الحرة التي تمسك بالماء لتكون خيط الاكتو وميوسين اللي انت شايفه ده اللي هو خلاص التحم مع بعضه ويكون العقد العصابية. فبيفقد التلتين الاوكراين على الامساك بالماء. وبالتالي هيفقد جزء كبير جدا في الطهي اثناء تصنيعه. فبالتالي احنا بنقول في المرحلة دي ما بيبقاش مفضل خالص ان انا ااخد اللحم ويعمل له عمليات طهي او عمليات ايه? عمليات زي ما تشاف اللحمة بيكش حجمها بشكل كبير وبتفقد جزء كبير جدا من العصارة الخلاوية بتاعتها. ايه بقى جزء كبير جدا من الظواهر اللي بتحدث? قبل ما ادخل فيه الانضاج عايز احطلك اكتر من حاجة فيه عملية التبص الرمي. عشان تبقى انت عارف الزوار. رقم واحد في التبص الرمي بتقل قدرة اللحم على الامساك بالماء. رقم اثنين تكون خيط الاكتين والميوسين اللي هو خيط الاكتوميوسين. وبالتالي يحدث التصلب. رقم ثلاثة بتزيد الخشونة بيقل الطروة بنفئة جزء كبير جدا من الطعم والنكر. يبقى الصفات اللي موجودة في التبص الرمي هي عكس الصفات اللي كانت موجودة في مرحلة التزاج. يبقى ازن الوصول لمرحلة التبص الرمي معناها ان اللحم فيه صورة غير جيدة وغير مسلة لعمليات الاستهلاك. سواء بالطهق او بالتصنيع. يبقى ازن انا لازم انهي المرحلة دي. لازم اقلص من مرحلة اрузف الرمي. ليه علشان اوصل اللحم الى الصفات المسلة والمرجوبة في عمليات الطهي او التصنيع. يبقى رجع تاني اللحم الى الصورة الرئاسية اللي هي بتاعت التزاجة او الفريش المش الموجودة عن. اللي هي المرحلة رقم ثلاثة ومدخل هذه الرجوات. الشرMP هي المرحلة الانضاج numerحلة ايه هاي. طب هو يا مصدر الانضاج تاني اركزلك في المرحلة الانضاج اوصل بسرعة ازاي? ان انا اعمل عملية تبريد للزبائح. ودايما نيجي يقول لي سؤال تبريد الزبائح بعد عمليات التقطيع او الزبح والتقطيع. ليه? لان ما نضم اهم الحاجات فيها ان انا انهي مرحلة التيبس الرمي. لكن انا لسه بقول لك وقلت لك في الحلقة السابقة انك ما توصلش الى مرحلة التجميل. لان غالبا مرحلة التيبس الرمي بتحدث نتيجة وجود الانزيمات الطبيعية في هدم الجلايكوجيت. زي انزيم الفسفوريليز او انزيم الامايليز. فسيادتك لو عملت تجميد فانت هتوقف عمل نشاط الانزيمات دي. فبالتالي مش هتعمل عمليات تبس رمي وبالتالي مش هتدخل على مرحلة الانضاج. يبقى يهمني في المنطقة بتاعة الايجنت او عملية الانضاج ان انت بتتم غالبا على درجة حرارة التبريد اللي هي تقريبا درجة اربعة درجة مقوى. وكل ما ازود او او اوصل لمرحلة التبريد الجيدة بسرع من عملية الايه من عملية الانضاج وانهي مرحلة التيابس الرمي. تعالوا نستكمل كده مع بعض. ادي مرحلة الانضاج. المقصود بيها ترك اللحم بعد الزبح مدة معينة في سلجات التبريد. فبالتالي بتزيد الطراء وتتحسن قواص اللحم. ده فيما يتعلق بعملية انهاء عملية التيابس الرمي. وبالتالي بعد الوصول لقمة التبريد الرمي. بيبدأ التبريد الرمي في الزوال. هيرتفع قليلا من خمسة وخمسة من عشرة. يبدأ يرد تاني لستة وسبعة من عشرة. اه يعني هي يا مستر. يعني هيبدأ الوسط يميل الى القلوي. تب هيبدأ يميل الى القلوي ليه بقى يا مستر اقولك ليه. رقم واحدة يحصل اجساد الحمض اللاكتيك اللي تكون اصلا في النسيج اللحمي. خصوصا في الطبقات السطحية. هيتحول لساني اكسيد كربون وماء. وبالتالي ساني اكسيد كربون وماء ده معناه وجود ساني اكسيد كربون ان انا برفع من درجة البي اتش وهقلل من نسبة الحموضة اللي موجودة عندي. يبقى الوسط بتاعي هيميل الى القلوي. طيب نتيجة حدوث تحلل ايضا جزئي في البروتين. زي ما انت شايف انا جايب لك ادي الجزئين بتوع الامين واسد او ماضي الامينية. فهيكون عندي روابط بابتدية اللي هي كسر روابط البابتدية اللي بين مجموعة الكاربوكسيل والامين. مجموعة الكاربوكسيل المناسبة اللي هي مجموعة ال او اتش عشان يبقى ابنا انا مركزين في الموضوع. مجموعة ال او اتش اللي انت شايف دي اسمها مجموعة ال او اتش او مجموعة الكاربوكسيل. هيحصل كسر ما بين المجميع دي وايضا مجميع الامين اللي انت شايفها الان اللي بتبقى الان دي ويكون احماض امينية صناقية الفسفات اللي هي الان والان تعالوا مع بعض كده فهانتوك عن زيك ظهور احماض امينية صناقية الامين او صناقية الزرات النيتروجين زي ما احنا شايفين الان اتش تو الحرة بالتالي ارتفاع البي اتش وانخفاض الحمودة يبقى عندي هاكسر روابط بابتدائها اللي موجودة عندي خصوصا فيه مجميع الكاربوكسيل اللي هي الو اتش اللي موجودة عندي ديك وابدأ اعمل عملية اتحاد لروابط الان اتش تو اللي انت شايفها ديت ويبقى المركب اللي موجودة عندي في النهاية فيه البروتين عبارة عن صناق الامين لها زراتين اللي انت شايفهم ديت او زرات النيتروجين المتحدة مع بعض فكون لي حمض ها متحد مع بعضه فيه جزئين من الامين فبالتالي ده هيرفع معايا اخرج ليه البي اتش اللي موجودة عندي ايضا تراكم بقى المركب الامونيا اللي هو الان اتش سري نتيجة تحلل لبعض المركبات النيتروجينية اللي موجودة داخل اللحوم كل ده بيساعدني على رفع البي اتش بتاعي واتخلص من الوسط الحمضي واوصل الى الوسط الايه الوسط القلول بولي بعد زوال التربص الرمي يحدث تفكك جزئي وليس كلي للاكتين وميوسين الى اكتين وميوسين وهذا التفكك وارتفاع البي اتش نسبيا يؤدي الى الزيادة النسبية في القدرة على امساك اللحوم او امساك الماء اللحوم التاني انا حاولت اجيبلك الجزء على بعضه عشان تشوفه على بعضه اللي هو قصام مراحل الانضاغ انا وصلت لمرحلة التابس الرمي اللي من شأنها اللحم بتقل قدرته على الامساك بالماء اللي ايضا من شأنها انه بتقل التراوة ايضا من ضمن الزواهر انه بقل معايا صفات الطعم والناكهة وبالتالي العملية بتبقى غير مرغوبة في التابس الرمي اقل التابس الرمي دا اوانهي التابس الرمي دا ازاي يا مصدر ان انا ادخل في انضاغ اعمل الانضاغ دا ازاي على درجات حرارة التبريد اللي هي درجة اربعة درجة مأوي وماوصلش للتجميد عشان ماوقفش عمل الانزيمات بقولي في الفترة بقى بتاعت نهاية التابس الرمي الوسط كان حمضي النتيجة توجود حمض الاكتيك اللي كان مرتفع لكن في نهاية التابس الرمي اول ظواهر بتحصل ان الارتباط اللي كان ما بين خيط الاكتيوميوسين اللي كويني خيط الاكتيوميوسين بيتم تكسيره مرة اخرى ويتكون عندي اكتيوميوسين ولو ان ما بيتكونش او ما بيحصلش هدم الكل الاكتيوميوسين اللي كان موجود ولكن ده من شأنه بقى بيرفع الوسط عندي او بيرفع الوسط من الحمضي الى القلو بيزود البي اتش ايه بقى اللي بيزود البي اتش يا مصر اكتر من حاجة اول حاجة انه بيحدث اكسارة سطحية لحمض الاكتيك لساني اكسيد كربون وماء وبالتالي وجود ساني اكسيد الكربون ده معناها ان برفع من نسبة القلوي اللي موجودة عندي تاني حاجة بيقول لي ان الاحماض الامينية اللي كانت موجودة عندي بتتكسر الروابط اللي بيبتديها اللي موجودة بنا خصوصا مجموعة الكربوكسيد اللي هي الو اتش اللي بتدي الوسط الحمدي وبيتحد معايا الاحماض الامينية يكون لي احماض امينية سنائية الامين اللي هي مجميع النيتروجين الان اتش تو فده كمان بيرفع البي اتش عندي ايضا موجود بعض المركبات في صورة الامونيا اللي موجودة ويحلالها في اللحوم وتراكمها في المحلول اللي موجودة عندي ده كمان بيرفع من البي اتش اللي موجودة عندي ده من شأنه بقى بيعمل ايه مستر رقم واحد بيزود من قدرة اللحب على الامساك بالماء مرة اخرى يبقى انا برجع لمرحلة التزاجر او الفريشنس يبقى انا بزودها بل بالعكس ممكن تزيد 3 اضعاف من المرحلة الاولى اللي هي الفريشنس في الامساك بالماء وبالتالي رقم اتنين هيزود لي خد بالك من خصائص التراوة في اللحوم وبالتالي هقدر اعمل عمليات انضاء وعمليات تصنيع رقم تلاتة وده جزء مهم اوي هيزود لي من مركبات الطعم والنكهة الموجودة في اللحوم وبالتالي هيديني طعم جيد اسناء عمليات التناول الرقم اربعة لو انا بعمل عمليات تصنيع هيديني نعومة في المنتج اللي طالع عندي او المنتج الناتج من اللحوم اللي موجودة عندي يبقى دي كده الظواهر بتحدس نتيجة الانضاج للحوم وانهاء مرحلة التيبس الرمي يبقى انا عندي مرحلة بيبقى فيها اللحم كويس جدا في صورة مسلح ثم بيوصل لمرحلة صعبة جدا اللي هي في التيبس الرمي ثم انهيها ووصل لمرحلة جيدة مرة اخرى عشان اوصل لعمليات الايه عمليات التصنيع والطهي الجاي تعاون كمي كده مع بعض بقول لي بعد زوال التبس الرمي تحدس مرحلة تسمى مرحلة الانضاج وفيها تتحسن الطراوة بمقدار سلاس مرات عن اللحم اللي كان في الفريشنس او الطازج وزا ما انت شاف انا مرحلة كده مراحلة حتى فيها تغير في الشكل وتغير في اللون اللي موجود عندي من عملية الفريشنس الى عملية الايه عملية الانضاج ايضا تساهم تغيرات الانسجة الضامة في زيادة الطراوة بالانضاج حيث تزيد قابلية الكل جين كل جين ده اللي هو مجلف زا ما انت شايف ليه الالياف فبالتالي لما تيجي تعمل عملية غالية بتحول الى جيلاتين وبالتالي ده بيديني مظهر جيد وطعم جيد للحوم المطيق خاصة اثناء عمليات الايه عمليات الغالية وبتقل لمتانة الانسجة الضامة ايضا يبقى كل دي من زواهر عملية الايه عملية الانضاج ايضا المدة اللازمة بقى للانضاج بتتوقف على درجة الحرارة فيصبح الانضاج بطيء كل ما انقفضت درجة الحرارة يقف خالص لو انا وصلت الى عملية الايه الى عملية التجميد زا ما انت شايف لو انا وصلت الى التجميد في اللحوم انا كده هوقف الانزيمات وبالتالي هقلل من عملية الايه من عملية الانضاج خد بالك يتطلح من ذلك الجدوى اللي انا هعرضه عليك المدد البينية اللي ممكن تقعدها اللحوم عشان يحصل عملية اندواج جيد على درجة حرارة 4 درجة مقاوي ركز بقى في النوع ده اول حاجة بيقول لي مثلا الدجاج الرومي بياخد يوم على 4 درجة مقاوي زي ما انت شايف البط والاوز الصغير بيقعد يومين او بياخد يومين على 4 درجة مقاوي البط والوز الكبير ممكن ياخد من 5 ل 6 ايام على 4 درجة مقاوي الابقار والجاموس بياخد 10 ايام عشان اوصل لي عملية الاندواج الجيدة الاغنام 6 ايام هو الجدول ده مفيد لي او مفيد ليك ده يديك دلالة قد ايه انت ممكن تستفيد باللحوم في فترة زمنية قد ايه بعد عملية الزبح يعني دلوقتي اقدر استخدم اعلى او اوصل الى اعلى الصفات في اللحوم سواء كان طيور او دجاج او رومي او ابقار او اغنام امتى بعد عملية الزبح لابن عندي المرحلة الاولى الفريشنس اللي بعد الزبح موشرة والتقطيع ممكن اخد جزء من اللحوم استخدمه ابعد عن المرحلة اللي من يوم لحد 36 ساعة اللي هي تيبس الرومي قمة تيبس الرومي عملية التصلب لان الصفات هتبقى مش مرغوبة يفضل بقى لو يا سلام لو انا خدت اللحوم بتاعتي ودخلتها الى المبرد بتاعي او للتلاجة في عملية تبريد واخد بالك مش تجميد فسبتها اكتر من المدة او يوم مثلا في حالة الدجاج الرومي او يومين في حالة البط والوز الكبير او في ست ايام في حالة البط والوز اللي هو الصغير او يومين في الصغير ويستة في الكبير ويا سلام بقى لو انا سبت كنان 10 كيام في اللحوم الكبيرة فاذا دي ايام انا ممكن لو سبت فيها اللحوم يحصل لها انضاج طبيعي ومرر التغيرات الانزيمية اللي هي في عملية الانضاج عشان اوصل ان اللحم في خصائص عالية جدا في عمليات الطهج او التصنيع فهيديني المميزات اللي انا عايزة اثناء عمليات التناول او التصنيع يبقى دي الفايدة اللي بتخليني اعرف وادرس المراحل بتاعة التغيرات ما بعد الزبح من ضمن اهم الفوائد اللي تخليني استخدم اللحمة امتى او اصنعها امتى تعالوا بص تاني للجدول قبل ما ننقل من عليه تاني يبقى انت عارف ان انا ممكن اسيب الدجاج روميوم اسيب البطل وز الصغير رومين البطل وز الكبير اسيبه من 5 ل 6 يوم الابقار والجاموس ممكن اسيبه 10 ايام الاغنام ممكن اسيبها 6 ايام في عمليات التبريد وبعد كده ابدأ استخدم اللحوم عندي بشكل جيد بولي بقى بالانضاج زي ما انت شايف الجزء المهم هنا بقى العقدة العصبية اللي كانت موودة في التصلب اللي انت بتشوفه بتبدأ تنخفض يبقى في حالة تموج ثم خط مستقيم ارتخاء تام مرة اخرى وبالتالي ده هيزود لي من قدرة اللحم طبعا على الامساج بالماء وايضا هيزود لي من عملية الفليور او الطعم بتاعي بولي بالانضاج تتحسن الرائح زي ما انت شايف نتيجة زيادة كمية المواد المختازة المتطايرة مثل الالدهيدات ده مركب الالدهيد اللي هي الار سي ده البوند وهنا او اتش اللي هو الالدهيدات ايضا بتكون بعض النواتج النتجة عن حدم مركب الطاقة اللي هي الاتب مثل هايبوزانسين ايه بقولني عايز اقول لي هو الطعم بيجي منين فيه اللحوم اخد بالك من النقطة دي انا دلوقتي لما باخد بعد مراحل التناول ثم باخد في بعد مراحل الانضاج فانت يا مصدر بتقول لي ان الطعم والنكهة في اللحوم بتبقى مرتفعة اللي هي الرائحة اللي موجودة عندي ثم التناول هو ده بيجي منين نتيج منين انا بوصله ازاي بوصله نتيجة بعض التحللات اللي هتحصل اللي هي ايه هدم مركب الطاقة اللي هو الادونسين طرايفوسفات اللي هيروح للإيدي بي الادونسين ضايفوسفات اللي هيروح لمركب الام بي اللي هو الادونسين مونوفوسفات بس هو ده اللي هيدين الطعم لا ده انا هروحها لحاجه اسمه حمض الانوسينك وثم الى الانوسين ومن الانوسين الى مركب الهايبوزانسين اللي هو المسؤول بشكل كامل عن رائحة اللحوم الجيدة تاني مسئول بشكل كامل عن رائحة اللحوم الجيدة. طب يا مصدر ده يظهر امتى? يظهر في المرأة. تاني بيظهر في مرأة اللحوم. طب يا مصدر ما هو ممكن ما يظهرش عندي في مرأة اللحوم لو انا هعمل شون. اقول لك لان في جزء من مركبات الطعم مش بس مرتبطة في شكل الهايبوزانسين لا ده موجودة في الدهون. موجودة في الدهون فتظهر في عمليات الشيء اللي بيسبب لي الرائحة الجيدة في اللحوم جزء موجود بيزوب في الماء اللي هي على اخر عملية التفاعل اللي هي احلال الادنوسين طرايفوسفات اللي بيوصل في النهاية لحمد الانوسينك ثم مركب الانوسين ثم مركب الهايبوزانسين اللي بيزوب في الماء نتيجة انساتك لما بتعمل طهي في المنزل ويتبديك المرأة فانت تشمه فبالتالي يديك الرائحة الجيدة في ايضا مركبات موجودة في الدهون محملة على الدهون تزوب في الدهون وبالتالي اسناء عمليات رفع درجة الحرارة والتسخين لعمليات الشيء تشم الرائحة الجيدة ليه اللحوم يبقى دول المصدرين اللي بيدوك الرائحة الجيدة ليه اللحوم سواء في عملية الطهي او في عمليات الشيء يبقى الجزء اللي موجود في الدهون مع درجة الحرارة بيطلع فبيدين الرائحة او الهايبوزانسين اللي بيدو في الماء فلما تعمل عملية الطهي يبقى موجود في المرأة فتشمه ايضا اثناء عملية التناوى يبقى دول اللي بيدوك الطعم او الرائحة في اللحوم تعالوا نرجع كده مع بعض تاني شوف ادي جزء الاتب اللي هينقسم زي ما انت شايف الى الاتب ثم المونوفوسفات اللي هو هيروح بعد كده على طول زي ما انت شايف الى حمض اينوسينيك اللي هو مركب حمض اينوسينيك ومن ثم هيتحاول الى الانوسين ومن ثم الى المركب الاصلي اللي بيدين الرائحة اللي هو الهايبوزانسين هو الرئيسي والفيصل في الراحة بس خد بالك ان الهايبوزانسين ده بيزوب في الماء وبالتالي ده اللي هيديني الطعم الجيد خد بالك بقى ناخد جزء مهم اللي هي صفات اللحوم تاني صفات اللحوم انا قلتلك ان الوحدة دي مقسومة الى جزئين الجزء الاولاني اللي هي تغيرات ما بعد الزبع اللي ليها التلق مراحل اللي هي مرحلة الفريشنس وعرفنا الزواهر بتاعتها ايه ثم مرحلة التيبس الرمي وعرفنا الزواهر بتاعتها ايه ثم مرحلة الانضاج وعرفنا الزواهر بتاعتها ايه طب هو ده انا كنت بدريسه ليه عشان اوصل لحاجة اسمها الصفات الحسية في اللحوم او صفات اللحوم بشكل عام يعني ايه صفات اللحوم يا مصدر الصفات اللي من شأنها بتديني الرائحة والطعم الجيد في اللحوم ان انا قدرك بقى هذه الصفات ده اللي هنعرفه ازاي ندركه في صفات اللحوم تعالوا نشوف كده مع بعض بيقول لي جودة نوعية ما من اللحم او نوع ما من اللحم عن غيرها من قطعيات اخرى في نفس الزبيه هتتأثر بشكل كبير باربع صفات رئيسية يعني انا اقول الحتة دي من اللحمه احسن فاكرتاني لما رجعك للحلقات السابقة لما كنت بتكلم عن مقاطع اللحوم وقلت ان في مناطق ممتازة في الزبيهة وفي مناطق متوسطة في الزبيهة وفي مناطق غير جيدة في الزبيهة وقلت هنا غير جيدة مش معناه ان غير جيدة او غير صلاحة للاستهلاك ولكن انا بقول غير جيدة في الطعم او نكهة او التصنيع فقولت ان فيه مناطق ممتازة في الزبيح اللي هي عبارة عن ايه يا مصطر اللي هي المناطق اللي فيها اللحم المرمري اللي اللحم فيها محتوي على جزء من الدهون اللي بتديني طراوة وبتديني عصرية وبتديني مضغ جيد وقطع جيد فيتالي انا احس وقدرك طراوط الحون وفيه مناطق متوسطة تصلح فقط لعمليات الطه وفيه مناطق حتى الطهي فيها لا يجدي بتبقى اللحوم فيها في صورة خشنة جدا الطعم بتاعها ليس جيد فبالتالي اعمل لها عمليات فر وحددنا قلنا على سبيل المثال مناطق الريش في الزبيحة مناطق اللي هي القلاطة والعكوة من المناطق الممتازة جدا في الزبيحة قلت مناطق الكستاليتا البريمو من المناطق المميزة في الزبيحة يبقى اذا المناطق اللي بتديني الصفات الجيدة مناطق مختلفة في الزبيحة مناطق مختلفة في الزبيحة تب بيعمل الاختلاف ده ايه بقى اربع صفات مهمة في اللحوم تعالوا نشوف الاربع صفات ايه بالزبط عشان اقدر اميز الجزء ده ممتاز وجزء ده متوسط وجزء ده غير جيد ازاي اول حاجة بقول لي هذه الصفات لها تأثير كبير علي اقبال المستهلك اللي هو لما انا هروح بقى يقول له النبي انعايز مثلاً لو سمحت انا عايز قطعة من الانتركوت لأ ادعى قطعة من العكاوي لأ ادعى قطعه من الريش لأ انا عايز قطعه من الدوش لأ انا عايز قطعة من عرق تليبيانكو اللي بيخليني أفضل اطعية عن اطعية او جزء من اللحم عن جزء من اللحمة ما ينفعش ان انا اخد الاجزاء المميزة فاخد الاجزاء اللي زي العرقوب او تحت البطن او السرة في الحيوان فاعمل لها عمليات فرم او اللحوم الكبيرة في السن فاخد اللحوم بتاعتا عمل لها عمليات فرم. ما ما عمل لاش عمليات طهر. ايه اللي يخليني اعمل ده بقى? تعالوا نشوف مع بعض. كما ان هذه الصفاته اثر على مدى ملقمة اللحم للتصنيع. زي على سبيل المسال اخد اني جزئية عشان اصنعها برجر. او اخد اني جزئية عشان اصنعها لانشن. او ايضا اخد اني جزئية عشان ادخلها في صناعة السجق. او اخد اني جزئية عشان اصنعها في البسترمة. واخد بالك انا قلت لك ان البسترمة بيجي من عرق التليبيانكو اللي موجود في الموزة. اللي هو بيبقى قطعة استوانية على بعضها. اللي قد تصل من اتنين كيلو يا تلاتة كيلو اربعة كيلو خمسة كيلو على حسب حجم الزبيحة اللي موجودة عندي. يبقى المناطق هي اللي بتقول لي اصنع ايه ومن اني مكان. ايضا في منتجات اخرى اه في منتجات اخرى تعالى وريك المنتجات الاخرى مثل على سبيل المثال الكوبيبة والكفتة سواء بقى ان كانت لحوم او فراخ او اسماك. فبالتالي هو ده اللي يقول لي ان هاخد اني قطعية وصنعها بالزبط. ايه الصفات دي بقى يا مصدر? او ايه الصفات الرئيسية الاربع اللي خليك تقولي القطعة دي كويسة والقطعة دي لا اقل القطعة دي اقل. رقم واحد التراوة. التندرنس اللي عملية التراوة في اللحوم. رقم اتنين من ضمن الصفات العصيرية في اللحوم. رقم تلاتة اللون. لون اللحم اللي موجود عندي. رقم اربعة الرائحة والنكر. تاني الرائحة والنكر. يبقى اللي يخليني اقول ان القطعة دي انا بفضلها عن القطعة دي في عمليات الطه. ايه? او القطعة دي انا بفضلها عن القطعة دي في عمليات الشوي ايه? او القطعة دي ما ينفعش عملها طهي ولا شوي. فاخدها عملها عملية فارم. فصنع منها برجر او صنع منها لانشون. وصنع منها سجوء. ايه? اربع صفات. هم اللي يخلوني افرق ما بين القطعيات دي وبعضها. فبيظهر لي فيها صفات اللحوم. اللي هي رقم واحد. التراوة في اللحوم. مدى تراوة اللحوم. رقم اتنين العصرية بتاعة اللحوم اللي موجودة عندي. اللي هي العصير الخلوي والدهون اللي موجودة جوه اللحوم. رقم تلاتة اللون نفسه بتاع اللحم بتاعي. رقم اربعة الرائحة والطعم اللي موجود في اللحوم. الاربعة دول هم اللي هيحددولي انا هعمل ايه? في اللحم اللي موجود عندي. او صفاته وشكلها ايه? اللحم اللي موجود عندي. تعالوا بقى عايزين ناخد جزء جزء ناخد صفة صفة ونتكلم عليها. هو يعني ايه التراوة? يعني ايه العصرية? يعني ايه اللون? يعني ايه الطعم والرائح? انا اعرف منين الصفات دي? بالمعنى لا صح ازاي قدرك هذه الصفات. او انت زي تدرك عمليات التراوة? تدرك عمليات العصرية? تدرك شكل اللون? تدرك الطعم والرائح? انا ازاي كمستهلك اعرفها او ازاي ادركها في اللحوم? تعالوا ده نشوف جزء جزء او تفصيلة تفصيلة. اول حاجة التراوة في اللحوم. هو التراوة في اللحوم يا مصدر انا ممكن احسها واعرفها او ممكن احسها واعرفها. تعالوا معايا كده اقولك تحسها ازاي وتعرفها ازاي بالتتابع. ان انا اجيب قطعة من اللحم وابدأ امررها مبين جوانب الفم بسهولة دي اسمها نعومة ان انا اجيب قطعة من اللحم وابدأ امررها في جوانب الفم وعلى اللسان دي اسمها ايه نعومة في اللحم طب لو هي اللحمة فيها حالة نعومة اشوف مقاومة المضغ دغت السنان عليها انما عملت قدم ففيه جزء لما اعمل ضغط عليها بالسنان يبقى لين معايا وطري وجزء لما اجي اعمل عملية ضغط بالسنان يبقى جزء خاشن وصعب ان انا اضغط عليه يبقى لو هي نعمة فانا في حالة لو هي نعمة وجيدة فالضغط بتاع السنان هيبقى سهلة عليها لو هي خاشنة فيبقى الضغط بتاع السنان صعب عليها طب يا مستر لو هو الضغط بتاع السنان وهي الطرية جيدة هيحصل ايه هيحصل قطع في اللحوم بسهولة طب لو الضغط بتاعي او هي مش طرية هيحصل ايه هيحصل صعوبة في عملية القدم اللي موجود عندي بالسنان طب لو هي سهلة هيحصل ايه هيحصل مضغ جيد في الفم لو هي خشنة يبقى المضغ صعب في الفم وبالتالي المتبقي من اللحوم اللي هو التفل بعد عملية المضغ لو هو الليل يبقى اللح مطرية لو هو زايد وموجود معايا يبقى اللح مغير طرية انا خدتها لك بالترتيب عشان اقدر اقول لو انا جبت قطعة من اللحم احكم على وادرك على الطراوة ازاي يعني ايه يا مستر قطعة لحم طرية قطعة لحم طرية بتتابع العمليات اللي انا بقولك عليها دي لما اخد حتة منها مضغية وابدأ اعمل لها عمليات مضغ في الفم فاتروح وتيجي معايا في الفم بسهولة ده سمنعومة فلما ابدأ اعمل عملية ضغط بالسنان عليها فتبقى سهلة معايا في الضغط ده اسمه طراوة فلما تبقى صعبة يبقى الطراوة اقل فلما يتقطع منها اجزاء في الفم تبقى طرية بشكل جيد فلما تتقطعش بسهولة يبقى الطراوة صعبة فلما تتقطع بسهولة تتمضغ بسهولة معايا ده اسمه طراوة فلما تتمضغش بسهولة يبقى الطراوة اللي موجودة عندي منقفضة فلما اعمل عملية استحلاف في الفم ما يتبقاش منها تفل او انسجة ليفية في الفم موجودة متبقية بعد عمليات المضغ ده اسمها تراوة فلما تبقى منها جزء موجود في السنان وبواقع التف ده يبقى اسمه تراوة منقفضة يبقى انا كده اقدر اميز لما اجيب قطعة لحم اقول ايه قطعة لحم طرية وادرك صفات التراوة فيها ولا لا تعالوا نشوفهم كده مع بعض جزء جزء بالتتابع واحد تعتبر التراوة من الصفات الحسية الهمة التي تؤثر على مدى قابلية الانسان على تناول وتزوخ اللحوم زي ما انت شايف قدامك اللحم المطري فيقول لي اول حاجة مكونات العضلة من العوامل المسؤولة عن تراوة اللحوم ويبتضح ادراق التراوة ايه يا بقى الحاجات اللي انا اتكلمت عليها بالترتيب واحد مقدار نعومة اللحم على اللسان انك تاخد قطعة من اللحم اللي قدامك دي وتبدأ تحرقها او تبدأ تتناولها من الشمال الى اليمين على اللسان والفم دي اسمها النعومة في اللحم اللي موجود عندي ده يديني جزء ومدلول عن التراوة في اللحم طب مقاومة بقى الضغط زي ما انت شايف لما انا عملت ضغط بالسنان فلو لقيتها قوية يبقى الضغط بتاعي محتاج ضغط اكبر فيبقى الضغط بتاعتي منقافضة لكن لما تعملها عملية قدم من السنان او ضغط من السنان بسهولة فبالتالي ده يديني دلالة على ان التراوة بتاعتي مرتفعة طب لو انا زي ما انت شوفت طب بينما لا تبدي بعض اللحم الاخرى مقاومة تجاه ضغط السنان معنى اللحمة في هذه الحالة يكون رخه يكون طري سمحنا بنسميه بالمعنى الدارك طب وبعد عملية التراوة ان انا اجزاءها بقى اقطعها اخد منها حتة في الفم عن طريق اطعها بالسنان فقال المقصود بقى هنا قابلية الالياف العضلية للقطع بالاسنان فلو انا اقطعتها بسهولة فالدينية تبقى التراوة بتاعتي عالية فلو ما اقطعتها بسهولة تبقى التراوة بتاعتي منقفضة طب بعد ما اقطع حتة منها بقى اعمل عملية مضغ فلو انا عملت عملية مضغ تسهلت معايا عملية التجزئة والمضغ ده معناها ان التراوة بتاعتي عالية لكن لو انا ما قدرت شمضغها بالشكل الجيد وفيها الياف عالية وتسيب احساس بالجفاف في الفم ده معناها ان التراوة بتاعتي منقفضة ايضا التصاق الالياف مع بعضها زي ما انت شايف اللي هي الالياف الصغيرة او تكوين الالياف اللي في اللحوم بعد عملية الطهن مع بعض هل هي ملتصقة بشكل كبير او مفككة سهل عملية المضغ بتاعها ايضا بقايا المتبقي منها لما اخد قطعة من اللحم عملية عملية مضغ جيد في الفم ايه اللي هتبقى من الياف فيها في الفم فلو قلت ده يعتبر الطرابة بتاعتي مرتفعة لو زادت الالياف المتبقية ده معناها ان الطرابة بتاعتي منخافضة ايضا من الجدير بقى بالذكر هنا ان المكونات الرأسية المرتبطة بالطرابة اه تاني يا مصر هتدخلني في المنطقة دي طب ايه اللي يعرفني اللحم طريقة او غير طوى ايه اللي بيخليه طري يا مصر دلوقتي انت عرفت ازاي تدريكم يعني اي واحد او اي مشاهد عندنا لما قلوا خد قطعة من اللحم مطهية قل لي اللحمة دي طريقة ولا لأ هيقدر يميز وقل لي اللحمة دي ويدرك هيا طريقة ولا لأ يبقى اذا ان عرف يعمل لها مضل بسهولة وقدم بسهولة واستحلاف الفم بسهولة ومتبقاش منها تفل ده اسمها لحمة طرية طب اللحمة دي مش طرية لو القدم بقى صعب جدا لو الضغط على السنان بقى عالي لو التجزئة بقى صعبة لو سابت تفل بقى عملها صعبة يبقى اللحمة دي مش طرية ايه اللي يحكم بقى يا مصر ان اللحمة دي طرية واللحمة دي مش طرية. اه فيه ثلاث حاجات هم اللي بيحكموا الطراوة اللحم من عدمه. رقم واحد وعلى رأسها طبعا موجود عندي الالياف. تعالوا كده مع بعض. الانسجة الرابطة او الضمة بعدها الالف لها الانسجة الرابطة او الضمة. اه كل ما يزيد النسيج الضم يا مصطر. اه كل ما اتراوة ايه? تاني. كل ما يزيد النسيج الضم اللي موجود عندي. كل ما اتراوة ايه? اه ده معناها ان الكولاجين اللي موجود عندي متانته زايدة. لما ادي اسويه وارفع درجة الحرارة مش هيديني جيلاتين. مش هيبقى سهل في عمليات ايه? في عمليات المضغ. وده يديك مدلول. ليه ان كل الحيوان او يجي واحد او جزء من المشاهدين بيسألونا دايما يقول لنا بروح اشتري لحمة يا مصطر احيانا يبقى المضغ بتاعي صعب فيها او اللحمة دي بتشد معايا. نتيجة ايه? نتيجة ارتفاع النسيج الضم. والنسيج الضم بيبقى في حالة متينة جدا. نسبة كولاجين بتاعتي مرتفعة او فيه. ده نتيجة ايه? تقدم عمر الحيوان. تقدم عمر الحيوان. اللحمة كل ما بتكبر في السن. كل ما بيتقل فيها نسبة الدهون. كل ما بيرتفع فيها النسيج الضم. وبالتالي اللحمة التراوة فيها تنقفض. يبقى اللي بيتحكم في عامل التراوة اول حاجة النسيج الضم اللي موجود عندي. كل ما يزيد النسيج الضم خشونة. كل ما يتقدم الحيوان في العمر. كل ما يبقى في صعوبة في عمليات الطهي وصعوبة في عمليات التناول والاستحلاب والمضغ في الفم. فتقل للتراوة اللي موجودة عندي. كل ما يقين لبقى عمر الحيوان اللي موجود عندي. خد بالك من الكلام اللي بقوله ده. فتزيد التراوة اللي موجودة عندي. ايضا بتختلف في يا مستر كمان في نوعه. اه. الزكور خلاف الاناس. غالبا الزكور اللي هي في مراحل متوسطة من العمر. نسبة الدهون المتغلغلة في النسيج الضم بتبقى عالية. فتديك اللحم المرمري. فيديك ايضا عمليات مضغ جاية. باول نقطة الالياف العضلاء والعضلاء النسيجة الرابطة او نسيجة او نسيجة الضم جدير م dealing نسيج الضم اللي بيغلف. اللى هي العضلية اللي موجودة عندي كل ما المتانة او تزيد الجدر بتاعته كل ما يزيد المتانة والخشونة بتاعته كل ما يبقى فيه صعوبة في عمليات التراوة اللي موجودة عندي. طاني حاجة الالياف العضلية اللي جوه. يعني ايه. هاليا في حالة تقلص ومش في حالة تقلص يا مستر ما دي بقى بص ده النسيج الضم اللي فى النص لكن الجوا بقى اللا احمر ده عبارة عن قليف عضلية. عايز قولي لو القليف العضلية يا مستر في حالة ارتخاء في يديني طراوة. في حالة تقلص يدينى صلابة. وهو ده مراحل مثلا في مرحل بيكس الرمى. لو انت فى مراحل بيكس الرمى فى صلابة. في تكون عقد عصبية مع بعض. فبالتالي بقى في صعوبة في التراوة. كل ما يحصل ارتخاء للالياف العضلية فبالتالي ارتخاء للاكتين والميوسين فبالتالي يديني تراوة عالية. العوامل اللي بتحكم التراوة انت عرفت ازاي تدركها? تعرفها ازاي لما تدي قطعة لحمة. لكن اللي بيحكمها العضلات والانسجة الضمة. الالياف هل هي فيها عقد عصبية ولا مرتخية من عدمه? ثم هيجي الدهون. تعالوا نكمل مع بعض كده الالياف العضلية واريك شكلها. طبعا انت شفت في الجزء اللي فات الالياف العضلية. الدهون بقى. الدهون المرتبطة بالانسجة. هل انا عندي الدهون متغلغلة داخل النسيج زي ما انت شايف? ولا الدهون قليلة في اللحمة اللي موجودة عندي? لذلك المناطق المرتفعة في الزبيحة هي المناطق اللي بيتغلغلها او يتغلغل العضلات بتاعتها جزء كبير جدا من الدهون. فبالتالي بيديك قدم سهل. يديك عملية استحلاب جيد في الفم. فيديك تراوة مرتفعة. خد بالك بقى ان اثناء عملية المضمئ لو انت عندك دهون بشكل كويس ومتغلغل في الانسجة العضلية يديك رائحة وطعم جيد شاهي اثناء التناول. ده نتيجة ايه? ارجعك الجزء اللي انا اتكلمت فيه في الحاجات اللي بتدي الرائحة والطعم في اللحوم. انا فيه مركبات موجودة دايبة في الدهون. فانت لما يكون عندك كمية دهون جيدة داخل العضلات فاسناء عمليات المضغ والقطعة في الفم فهتديك الرائحة الجيدة. فيديك احساس التراوة في اللحوم. يبقى احنا كده خدنا جزء مهم اللي هو التراوة. لو ده ده قطعة لحم. وقلت لك تدرك التراوة فيها ازاي? يبقى هتقول لي عمليات القطعة عمليات الضغط عمليات التجزئة عمليات الاستحلاف. عدم ترك جزء من تفل منها في الفم. كل دي ادراق للطراوة اللحوم. طيب ايه اللي يحكمها? يحكمها النسيج الضام. يحكمها الالياف العضلية. يحكمها نسبة الدهون. يبقى دي كده اسمها التراوة في اللحوم. تعالوا نرجع كده لي الصورة مع بعض. هنلاقي بقى حاجة تانية اسمها العصيرية. الصفة الثانية في صفات اللحوم الرئيسية الاربعة. ان انا قلت لك ان فيه زواهر وصفات مميزة. اللي هي اولها التراوة. تاني حاجة العصيرية. اه يعني ايه بقى العصيرية يا مصدر? قبل ما تشوف التعريف هو يعني ايه العصيرية في اللحوم? ساتك لما تاخد قطعة لحم. فيها نسيج ضم علي قوي. والتراوة بتاعتها منخفضة جدا. والعصير الخالوي ركز منخفض. فتيجي تعمل عملية مضغة في الفم تبقى خاشنة. شكل جاف. او طعم جاف في الفم. لكن لو تخيل انت قطعة لحم. عملت لها عملية طهي. او عملية شاي. وبدأت تعملها عملية استحلاب في الفم. فكونت عندك اكتر من حاجة. اولا عصير خلوي. فسهل لعملية المضغ. سهل عملية الاستحلاب. في جزء من الدهون فسهل من الاستحلاب اللي موجود عندك. دي اسمها العصيرية في اللحوم. ان اللحوم بتاعتي تحتفظ بالعصير الخلوي. اللي هي الاحتفاظ والامساج بالماء. الماء المحتوي على العصارة الخلوية. اللي سيادتك لما تيجي تطلع قطعة اللحم المضغية او المشوية وتعمل استحلاب في الفم. فتسهل لك عمليات المضغية اللي موجودة عندك. يسهلهم العصارة الخلوية ويسهلهم الدهون. وبالتالي لما تيجي تقطع الاجزاء دي في الفم كمان تديك الرائحة الشهية في التناول. فيديك العصيرية الاحساس بالعصيرية في اللحوم. تعالوا نشوف كده مع بعض. بقولي بتلعب صفة العصيرية في اللحوم دورا هاما في قابلية الاستهلاك اللحوم. ويساعد العصير الخلوي للحوم في عملية تجزيع اللحم اسناء المضغ. يعني لو ما فيش نسبة من الرطوبة زي ما انت شايف. لو انت بتقوى بقطعة لحم. موجودة في المرأة زي ما انت شايف عملتنا عملية طهي. فلو اللحوم دي محتوي على جزء من العصير الخلوي الجيد. فاسناء سيادتك ما تعمل عملية مضغ. فهتسهل لك عملية المضغ والاستحلاف في الفم. طب لا ده مش موجود بقى يا مصدر. على النقيد بقى انخفاض العصرية يقلل من تقبل المستهلة لللحم اللي موجودة عندي. فبالتالي هيبعد عن انه يستخدمها في عمليات الطاق او عمليات الشاي. اه اعتبر بقى الماء والدهن. زي ما انت شايف ادي الدهون اه. كل ما يبقى فيه جزء من الدهون متغلغل داخل اللحوم اللي موجودة عندي. جزء من العصير الخلوي اللي موجود في اللحوم. هما المصادر الرئيسية في العدلات. فكل ما هيزيده كل ما هيزود للعصيرية في اللحوم. وبالتالي هيسهل لعملية المضغ. فهيديني احساس بالطراوة. هي مجموعة من الصفات مركبة وربعضة. خلي بالك. هي مجموعة من الصفات مركبة وربعضة. عشان اقدر اقول ان اللحمة دي كويسة. اللحمة دي جيدة. اللحمة دي بتديني صفات تناول جيد. تزوج جيد. طعم جيد. فبالتالي هي عملية مركبة وربعضة. لو اللحم ده فيه جزء من العصارة. فيه جزء من الدهون. يسهل للمضغ. يسهل للقطع. فيزود للطراوة. فقدر احكم عن ان اللحم ده لحم جيد. في عملية التناول او و ايضا لو انا هصنع منه. يبقى ده استكمال لي الصفه التانية اللي هي العصيرية في اللحوم. عايز اقولي تاني اه لما يتحرر بقى الدهن الزايد والماء اسنان الماضي المستحلب بقى ده بيحفز افراز اللعاب اللي موجود عندي. نتيجة ايه? مش ان المعنى الدارج اللي بقول لك ايه? انا لما جيت اشم الرائحة اللي موجودة عندي اوه. اعمل عملية تناول ريئي جيري. ريئي جيري ده يعني ايه? انك بتحفز اللعاب بتاعك على الافراز. فيزود من العصيرية اللي موجودة عندك في اللحوم. يبقى اللحم لو موجود فيه اه نسبة من الدهون كويسة. موجود نسبة من عصارك خلوية كويسة. فيعمل استحلاب للحم في الفم. فيزود افراز اللعاب اللي موجودة عندك. فيوصلك الى العصيرية اللي موجودة فيه اللحوم بشكل جيد. ايضا بصفة عامة يمكن القول ان العمل الرئيسي اللي بيحدد الاحساس بالعصيرية. هو الماء المتبقي في اللحوم بعد عملية الطهي. يعني لو انا حطيته في الماء عشان اعمله طهي فيعمل مرأة. فالمتبقي منه ده هو اللي بيديك العصيرية فيه عملية ايه? عملية التناول. الرائحة والنكر. اه صفة من الصفات المهمة. طب هي الرائحة يعني ايه يا مستر او بتيجي منين? بقول لي رائحة ونكهة اللحوم تساعد على تحفيز افراز اللعاب وكذلك العصيرات الهضمة وبالتالي سهولة عملية الهضم. طب ايه يا مستر تاني? اه تعريف الرائحة. الرائحة بتيجي منين? اه. الرائحة بتيجي نتيجة ان مركبات الرائحة اللي هي الاسطرات والالضهيرات اللي هي بتتطير اسناء عملية المضر. فتيجي عن نهايات العصبية في الجهاز التنفسي. فتخليك تشم من رائح. بتحفز نهايات الجهاز العصبي بتاعك الجهاز التنفسي بتاعك. فتشم من رائح تاني. نتيجة عملية المضر. عملية انفراد الاحماض او الاسترات اللي موجودة فتيجي على النهايات العصابية في الجهاز التنفسي فتديك الرائح. دي اسمها تعريف الرائح. تعال نشوف كده التعريف مكتوب. هي ذلك الاحساس اه اه دي الصورة اللي موجودة عندي. اللي بيتولد عن طريق عدد من المواد الطيارة التي تقوم بتحفيز نهايات الاعصاب على جدران الممرات التنفسية. وبالتالي دي اللي هتخلينا حس بالايه بالرائحة فيه اللحم. طيب النكهة عبارة عن اي? حاجة مركبة اخلي بالك Why what is the نكهة. النكهة عبارة عن ايigh? هي مزيج من الاحساس بالطعم. على نهاية الاعصاب والرائحة مع بعض. يبقى النكهة عبارة عن طعم ورائحة. النكهة عبارة عن طعم ورائحة. انا احس بطعم اللحوم نتيجة مركبات الهايجيزانسين. والمركبات اللي موجودة فى الدهون وانا انا اشم انا اتزوق اللعوم الطعم وانا انا اشمها ده اسمه فى المجمل المكان بنهاية الجزء ده نكون نهاردة وصلنا الى نهاية حلقة اليوم اتمنى يكون كل مشاهدين استمتعوا معنا وكان معكم استاذ نبيل عبرووف من قناة مصر التعليم الفني ارجوكم ابقوا معنا